سارتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى حلقة جديدة من الثامنة عبر قناة الرشيد الفضائية نتحدث سارتي الكرام عن التحذيرات وخطة الطوارئ والاستنفار في أغلب المحافظات العراقية نتيجة ارتفاع مناسب المياه هناك حديث سارتي الكرام عن تحذيرات من لجنة الزراعة والموارد اللمائية في مجلس محافظة البصرة عن تضرر أكثر من 24 قرية تضررت نتيجة السيول وكذلك هناك حديث يدور عن إغلاق منفذ أشيب بحسب المصادر التي تم تسريبها في الإعلام وهو المنفذ المحاذي والحدودي مع إيران نتيجة أيضا مياه الفيضانات ماذا عن السدود سارتي الكرام سد الموصل سد سامرا وسد حمرين هل فعلا أن العاصمة بغداد ربما ستكون في خط الخطر علما أن ضفافة دجلة أغرق بشكل ربما ليس بالكامل لكن وصلت المياه وغمرت المياه الألعاب والمرافق السياحية ماذا عن وضع محافظة صلاح الدين والسكان الذين تم إجلاؤهم بسبب الفيضانات وماذا عن قرى البعيجي والامسحق وبقية النواحي التابعة لهذه المحافظة هل فعلا أن المحافظات الجنوبية ستغرق بالكامل نتيجة عدم وجود خطة من قبل وزارة الموارد المائية ومجلس والحكومات المحلية بشكل عام أناقش هذه الملفاء سارتي الكرام مع ضيوفي الكرام هنا في الستوريوم الأستاذ مهدي راشيد مدير عام السدود والخزانات حياة كلا ساد مهدي ضيفة كريما وأيضا ضيفة كريما مع المحافظة صلاح الدين الأستاذ عمار جبر حياة كلا ساد عمار نورتنا ومن البصرة مباشرة النائب وعنها السيد جمال المحمداوي مرحبا أستاذ جمال ضيفا كريما مباشرة من البصرة أستاذ مهدي أبدو إياك شون الوضع حاليا في سد الموصل وانتجان شكرا جزيلا حقيقة تحية تحية جنابك وتحية لأستاذ عمار شايد المحافظة السيد النائب حقيقة ليس فقط سد الموصل وإنما جميع سدودنا الحمد لله وضحها آمن ومطمئن وتستوعب الموجات الفيضانية وتطلقها بشكل انسيابي بموجب التوجهات المركزية من الوزارة طيب إش قد وصل تصريف المياه في سد الموصل تحديدا يعني آخر المعلومات 2500 2500 وقابلة لزيادة طبعا قد تصل إلى 3000 وأكثر من 3000 الإطلاقات من سد الموصل هذا يعتمد حقيقة على حجم الإيرادات الكبيرة لأننا ما زلنا في منتصف الموسم الشهر الرابع شهر نيسان هو شهر رفض شهر ذوبان ثلوت شهر أمطار لغاية منتصف شهر الخامس حقيقة هذه هي الفترة التي اعتردنا فيها كميات كبيرة والكل يعلم والساد المشاهدين أن هذه السنة هي سنة فيضانية استثنائية تقارب السنة الفيضانية التي حصلت عام 88 وعام 93 وعام 2013 ولكن هذه السنة قد تكون أكبر من السنين التي مضت طيب استاذ ماذي تشنة دائما نسمع أنه تحذير من موسم جفاف قادم في العراق يضرب العراق في السنوات الماضية الآن صار فيضان يعني لو هراء لو هراء سبحان الله يعني هو صح كله لكن لا توجد هناك خطة مدروسة من قبل وزارة الموارد المائية هذا ليس كلام أحمد كلام أغلب النواب وكلام أغلب الخبراء في هذا الخصوص ما ردك؟ لا حقيقة هي موضوع أنه لا يوجد خطة لا بالعكس هناك خطة هناك دراسة عدتها الوزارة هي الدراسة استراتيجية لموارد المياه والأراضي في العراق لغاية عام 2035 فالوزارة لديها تصور كامل عن ما سيحصل من واردات مائية لغاية عام 2035 ما يحصل الآن هذه السنين استثنائية فيضانية نتيجة للتغييرات المناخية فهذه حقيقة أيضا موجودة ضمن الدراسة أنه تحصل سنين فيضانية استثنائية تأخذ من أضل الاعتبار كافة الاحتمالات بها جيد أستاذ عمار حياك الله وأنت ضيفنا كريم أيضا كبقية ضيوف أستاذ عمار صار سيناريو قبل كم شهر بالشرقاط هذا السيناريو ربما كرر في البعاجي والمسحق يعني معلومات البسيطة حسب هذا الموضوع وين وصلت يقال أنه سكان قرى المسحق والبعاجي إلى الآن لا زالوا قاطنين بالمخيمات فضل بسم الله الرحمن الرحيم تحية لقناة الرشيد الفضائية والضيوف الكرام لحضرتك أولا نحن في موضوع السيول كانت التجربة السابقة اللي هي أنه صارت سيول في منطقة الحورية في شرقاط وأيضا كانت السيول هي نتيجة أمطار غزيرة وقعت في المنطقة الشمالية الغربية من صلاح الدين في منطقة الحضر ونزولا باتجاه الشرقاط هذا السيول كانت المفروض تكون عليها سداد حصاد المياه ضمن خطة استراتيجية حتى تمنع لأن هذا كان متوقع أن يحصل هذا الانجراف لكن الحقيقة هو اللي صار أنه جت السيول أكبر من الطاقة وبعدين الجسر الأول الحديدي تهيكل على الجسر الكونكريتي وصار مصد للمياه وأدت إلى الكارثة السابقة نحن في هذه المرحلة كان عندنا استشعار وعندنا معلومات وتواصل مع سد المواصل ومع الزاب الأعلى والزاب الأسفل وكان عندنا استشعار وكنا نراقب القضية بشكل كامل تنسيق مع دولة رئيس الوزراء والمكتب رئيس الوزراء أنتونال الشغلات اللي احتاجناها في الفترة الأزمة طبعا بالنسبة للقرى الموجودة اللي هي تأثرت جزء من المسحق وجزء من الابعاجي والناس يرفضون كانوا أغلبهم يرفضون الأخلاء الرغم يعني مناشداتنا أنهم بالأخلاء كانوا يرفضون الأخلاء بسبب أنه صار عندهم ردة فعل من النزوح والعودة فكانوا ما يردون يطلعون حتى يفكرون بالعودة بطريقة أخرى أيضا نحن في كل منطقة من هذه المناطق هي أنا مخيم لكن الحقيقة عدد الناس الموجودين بالمخيم قليل جدا بسبب أن المنطقة عشائرية والناس تروح يما قاربهم وعدد النازحين كان قليل جدا على الرغم من توفير المستجزمات منطقة القادرية ومنطقة الفندي بالعلم بالضبط والحويجة صارت بالبلامة أستاذ هاي المعلومة اللي عندي يعني قرية الفندي وحويجة العلم بالضبط والرشيدية بالضبط صارت بالبلامة الناس نعم لأنه هم أستاذ أنت هذه كل المناطق اللي دانحشي عليها هم ناس يقطنون في حوض النهر يعني هو تجاوزين طبعا كل اللي نحشي عليه هم ضمن المحرمات النهر لكن أنت اليوم تتعامل مع قضية إنسانية وناس عايشين ومعتمدين على أنه ماكو أمطار بالعراق يعني فوق ماهم متجاوزين أستاذ عفوا وصرت خلية أزمة علموا ذول المتجاوزين طبعا إيه لأنه يعني تدري هم هذي مو المرة الأولى اللي يصير بها فيضان لذلك هم شبه متعودين على هذا الموضوع لكن إحنا يعني القضية تكمن في أنه إحنا يراد أنه عمل جديد باتجاه كري الأنهار أولا من الشمال باتجاه الجنوب وأن يكون هناك سدود ويعني إحنا ولو راح يزعلون علي أهلي بالمسحق لكن إحنا باتجاه أنه نسوي سد مكحول هذا السد الحقيقة يعني هو مقر من زمن لكن يحتاج إلى أمكانيات يعني إحنا اليوم المسحق ليش تغرق لأنه عندنا الزاب الأعلى غير مسيطر عليه بسد وهما دا يغرقون بهذا السبب إحنا سدة سامرة أيضا تتحمل هذه القضية الغير مسيطرة عليها نتيجة عدم وجود سد بخمة فبالنتيجة إحنا إذا سوينا سد مكحول راح نسيطر على المياه جنوب مكحول هي سامرة بدورها تسيطر على المياه جنوب سامرة باتجاه بغداد فهذا يحتاج عمل استراتيجي إضافة إلى الإجراءات الخزانات يعني هسا العراق عنده خزان باتجاه نهار ديجان قبل أن نكمل على موضوع الخزن المياه وفائته وشون نقدر نصرفه في قابل الأشهر الجاية إن شاء الله استاذ جمال اسمح لأخذ استاذ جمال أيضا وقته ربما لا يسمح للبقاء ويانا لمدة طويلة استاذ جمال حياك الله يعني حسب تصريح مجلس المحافظة أنتم كنواب البصرة 24 قرية ضررات الأستاذ عمار وبقية الشخصيات الحكومية في المحافظات يقول لك يا بذولة متجاوزين ذولة سكان اللي قاعدين على الضفاف الأنهر زين اليوم مضع البصرة مقلق أم مطمئن تضل بسم الله الرحمن الرحيم يعني تحية لكم مستاذ أحمد ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناتكم الكريمة نحن بصراحة نختلف مع الأخوة بوزارة الموارد المائية بوجود خطط مستبقة أو استعدادات مسبقة قضية الأمطار وهطولها صار لها عدة أشهر وأطلقنا عدة تحذيرات من محافظة البصرة وكانت الوزارة على طول الخطم في هذه التحذيرات إلى أن تم كسر السداد بسبب الكميات الأمطار الكثيرة وأغرقت المحاصيل تقريبا يعني 25 ألف دونم كانت بالجانب هورلحوزة الجنوبي بعدها المياه حاوطت حقل مجنون صار اهتمام من وزارة الموارد المائية والسيد وزير الموارد المائية زار محافظة البصرة عندما كان هناك خطر على حقول النفط عندما هذه المياه تهدد حياة المواطنين ومسكنهم وتهدد الأمن الغذائي لا يوجد اهتمام من وزارة الموارد المائية نحن بمحافظة البصرة نعاني من وزارة الموارد المائية خلال فصل الصيف وزارة الموارد المائية ليس لها سيطرة على بقية المحافظات بإدارة المياه بشكل سليم يسمع بوصول الكميات الكافية بالتحادث مع محافظة ميسان بحيث احتاجينه بالعام السابق إلى قرار مجلس وزراء بإطلاق 75 متر مكعب نتيجة ارتفاع اللسان الملحي بالصيف السابق واللي طبعا كانت تداعياتها كبيرة على محافظة البصرة وأدت إلى تظاهرات شلة عمل الحكومة بصورة كبيرة هذه السنة المحافظة البصرة هي بنهاية المصب وبالتالي الكميات الكبيرة للمياه سواء مياه الأمطار أو السيول أو غيرها أيضا جاءت عاني من عتم محافظة البصرة وبالتالي يعني بوقت الجفاف محافظة البصرة ما تأخذ استحقاقها من كميات المياه لنهار دجلة وبوقت الفيضانات هي تكون بنهاية المصب بدون أي إجراءات وقائية من قبل وزارة الموارد المائية أستاذ جمال عذرا على المقاطعة الأمور عندما تخرج عن السيطرة يعني شيء يسوي لك وزارة الموارد المائية بهذا الكم الهائل من مناسب المياه بهذه الإمكانيات البسيطة بوجود مشاريع مشمولة باجتثاث البعث أستاذ عمار يفهم شنو قصدي آني سد مكحول وسدة الفتحة ربما والسد اللي يتحدث عنها قبل قليل يعني بعض المشاريع هي ربما قيد التنفيذ أو هي منسية من قبل حكومة بغداد ومن قبل البرلمان العراقي شيء يسوي لك وزارة الموارد المائية في ظل وجود طوارئ يعني في وجود حالة طارئة أستاذ أحمد نعم اليوم من أكفت قضية وأنا كعضو مجلس نواب أمارس دوري وأحذر من عندها وأدعو إلى حلول تتعلق بتشكيل خلية أزمة من جميع الجهات المعنية اليوم كوزارة قد ما عندها الإمكانيات الكافية لكن أكو جهود للدولة متعلق ببقية الوزارات وبقية الشركات واللي ممكن أنه يصد بهذه الأزمة طيب يعني أزمة الفيضان هي أزمة عامة اليوم بدأت تتهدد حياة المواطنين تهدد الأمن الغذائي تهدد حقول النفط وبالتالي اليوم أكو أمكاني البقية الوزارات أنه يكون جهدها ومواردها تكون بخدمة أنا حتى عم بوقت سابق يعني أسا اليوم إحنا بمحافظة البصرة الوضع يمكن لا سامح الله إذا صارت الرياح جنوبية شرقية يمكن رح يصير غير شيء السيطرة على المياه يعني شيء يصير مثلاً أستاذ أستاذ جمال أولي أش دائماً تحملون وزارة الموارد المائية عدكم حكومة محلية عدكم أيضاً جهات خدمية يا أخي اليوم بدأنا نتعامل أستاذ عمار والله صريح قال المشكلة في المتجاوزين في السكان الذين تجاوزوا على النهر صح الله؟ شو يسوي لك يا عم ذو المتجاوزين ربعك شو يسوي لك يا ساتذ جمال فضل أحنا ما عدنا هذا آلا أستاذ أحمد أستاذ أحمد أستاذ أحمد أنت لست vê repar at مشاكل صلاح الدين على محافظة البصرة لا لا مالعتقل ما عدنا متجاوزين متجاوزين على النهر جزي ناقب صلاح الدين عَتُمْ متجاوزين على النهر لا معدنا عدنا ناس اللي ساكن بالقرى بالسيبة بالفداغية وبالخصيب هاي الناس بسبب عدم وجود اهتمام من قبل الحكومة من قبل وزارة الموارد المائية ومن قبل وزارة النقل المتعلقة بتكتيف الأنهار وبالإجراءات الوقائية غرقت ولما عدنا احنا متجاوزين مثل بقية المحافظات زين حتى تغادرنا أستاذ جمال وشكرا لهذا الوقت من جنابك وارجع لي بقية الوقت لضيوف الكرام في الاستوديو من يتحمل الخسار اللي صارت فقط هم وزارة الموارد المائية لو منه المحاصل الزراعية البيوت ربما اللي ضررت من يتحملها لا هو احنا احنا على مود احنا على مود نتكلم بشكل موضوعي ومن دعائنا لتشكيل خلية أزمة قلنا وزارة الموارد المائية والحكومة المحلية تدري اليوم كثير من الصلاحيات نقلة الحكومات المحلية وأكون دعم يتعلق بالبترو دولار وأكون دعم بموازنات وهذا كلها ذكرناها ببيانات رسمية يمكن قناتكم وبقية الوكالات نقلتها بشكل واضح يعني اليوم نطرح مشكلة يعني المشكلة جاي نخلينا حلول لكن بصراحة ما أنا لقالها أذان صاغية لأنه بعض الشخصيات وبعض الجهات يعني ما تريد تتحمل مسؤوليتها فتظهر للأمور دائماً الأمور تحت السيطرة والأمور كل شي ماكو لكن من الصير فتفاجعة كبيرة مثل ما صارت فاجعة العبارة كل الدولة انتفضت من الشخصيات أستاذ جمال من أسوكار ذلك يعني احنا حشل الغاز ملينا من عنده حشل الغاز ملينا من عنده سميه ليهم اليوم التنابل الله يرضى عليك آسا قلت لي وزارة الموارد المائية وضيفنا الكلم راح يرضى من هي الشخصيات وزارات وشخصيات من وما لا حنا يعني الشخصيات الموجودة واللي طلعت بشكل رسمي اتحدثت بوزارة الموارد المائية وهي معروفة يعني طلعت بوسائل الإعلام وردت وقالت الأمور تحت السيطرة وإحنا مسيطرين وكل شي ماكو بالنسبة لأهوار البصرة وكل شي ماكو بالنسبة للمزارعين وكل شي ماكو خلاص من الصير بعد لا سامح الله كارثة كبيرة إحنا خاطبنا السيد رئيس مجلس الوزراء بكتب رسمية وببيانات وهو طبعا يتحمل رئيس مجلس الوزراء وحكومته والمعنية بالوزارات المعنية بهذا الملف أستاذ جمال المحمداو نابع البصرة شكرا لوجودك معنا في هذه الساعة عبر الثامنة من قناة الرشيد شكرا لجنابك أستاذ مهدي شين ردك أكو عتب على وزارة الموارد بتأخير كري الأنهار والبطء في تقديم المعالجات المسبقة هذا العتب شون ندر نتجاوزه فضل حقيقة أنا أتفق مع السيد النائب أن البصرة السنة اللي لمضت السنة هي حقيقة ضررت أكثر كل المحافظات وحقيقة يعز السبب أنه الشحة بصورة عامة من تتكرر لأكثر من موسم يكون المتضرر الأول واللي يتحمل الوزر أكبر دائما المحافظات في ذناء بالأنهر فذناء بالأنهر البصرة هي تقريبا ذناء بنهري دجلة والفرات الصيف الماضي كان صيف قاسي حقيقة تأثرت نوعية المياه طبعا التجاوزات التي حصلت على الحصص المائية في ذلك يغتمن المحافظات وهذا موضوع معروف حقيقة للجميع أنه التجاوزات هي حقيقة المشكلة التي تواجه الوزارة في حال وجود شحة يكون هناك تجاوز على الحصص وأثرت بالنتيجة بشكل كبير على وضع البصرة حقيقة أنا ما عندي المعلومات الكافية ولكن الآن نمتابعين ضمن خلية الوزارة الفيضانية هناك تواجد لمعالي الوزير شخصيا السيد الوكيل الفني للوزارة السادح سينبقا متواجد قل لك تواجد بسبب وصول خطر الفيضاني للحقور النفطية لا لا حقيقة أنا ما أقدر بصراحة هذا الموضوع لأننا عايشين صار لنا أكثر من ثلاثة شهر مع هذه الأزمة هي ليست وليدة اليوم قبل ثلاثة شهر استشعرنا هذا الشيء والأسيول والكميات التي دمرت محافظات في إيران حقيقة هذه أيضا دمرت محافظات فأجدتي مباشرة إلى العراق تم احتواء حقيقة جزء أكبر منها بطريقة حقيقة يعني الوزارة بدلت جهد كبير في المحافظة على الممتلكات على المواطنين الحمد لله لا يوجد لدينا حقيقة يعني أصابة بالمواطنين من ناحية الضحايا بس تسرنا قيناعين تسرنا ربما بيوت استاذ مهدت السادة أحمد أبدا 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 ما بيزعل نحن دائما نقول النهر يريد حقيه النهر يريد حقيه بمعنى مثل ما تفضل السيد المحافظ حوض النهر حوض النهر يعني صار أكثر من سنين أنه الناس ما قامت تعتقد أنه بعد أكون واحد يصير فيضان ما يصير فيضان ولا نصعد فصارت يعني ما تسموها بالتجاوزات على حوض النهر كذلك الأهوار كذلك الأهوار الأهوار احنا صار لنا فترة كبيرة ما تمكننا من أغمار خمسين بالمئة من الأهوار فالخمسين الباقي من مساحة الأهوار من عام 2003 من قبل عام 2003 من بدأت عملية تشفيف الأهوار في زمن ذاك النظام الناس بدأت حقيقة يعني خلينا نقول تقعد في هذه المناطق شو تسمحوا لها؟ مو إحنا اللي نسمح حكومات المحلية أنا عندما عتب السيد عمر هذه السادة أحمد هذه بالضبط يعني قد يكون السيد المحافظ ممكن يجوابنا عليه هذه ممثل الوزارة دائما دائما تحذر من موضوع التجاوزات والتجاوزات ولكن حقيقة يعني إحنا ما نملك الوزارة وزارة الموارد ما هي وزارة خدمية ليست وزارة تحمل العصة أو بيدها قوة مسلحة ممكن يعني إحنا لو تلاحظ قبل أيام حاولوا أنه يفتحون ممر فيضاني اتعرضوا إلى عمليات فوزارة الموارد ما هي وزارة خدمية الحكومات المحلية يجب يعني يجب هذه لابد منها أنه يصير تعاون خدمة للمواطن بالضبط المواطن حقيقة احنا نعتقد أنه يعني كوزارة مسؤوليتنا كل المواطنين سواء كانوا متجاوزين أو غير متجاوزين نحاول قدر الإمكان نحاول قدر الإمكان أنه نساعدهم ونقدم المساعدة حقيقة أعمال كبيرة جدا تقوم بها الوزارة يعني خسارة الأراضي والمحاصيل الزراعية سواء متجاوزين أو غير متجاوزين بشكل عام نتحدث عن إنسان مثل ما تفضل السادة عمار يعني من يتحمل خسارتهم يعني هذا ظرف استثنائي ساذة أحمد والله أعرف ظرف استثنائي ظرف استثنائي الحكومة يجب أن تتبنى هذه المسؤولية هذا حسب رأيك لأنه هذا مواطن هذا مواطن وزارة حتى وإن كان متجاوز وأعتقد السيد رئيس مجلس الوزراء يعني أعلنها والحكومات المحلية في كل مكان نلاحظ في ديالة وغير ديالة بلغوا زملانا يعني أحطوني هذه المعلومة أنه في ديالة وفي غير مكان بلغوا دوائر الزراعة أي شخص ضررت أراضي يراجعنا يسجل حقيقة هذه ممكن تعويضها ولكن حياة الإنسان من الصعب أنه تتعوض وصراحة أستاذ عمار أكوعتب على الحكومات المحلية استبشروا سكان صلاح الدين بمجيء السيد عمار جبر إلى كمنصب لمحافظ صلاح الدين يعني مدى نشوف أكفة محافظة في كل العراق عدى أقليم كردوسان يعني أكفة حملة واسعة لرفع التجاوزات سواء على الرصيف على النهر دجلة الخلل وين استاذ عمار أيوه الله تفضل ليش هو التجاوز بس عن النهر لا لا قلت لك محالة تجارية لا 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 مو بس المحالة تجارية أكو تجاوز على حريات وأكو تجاوز على كرامة وأكو تجاوز على أملاك الناس وأكو تجاوز أخي من كانت مرحلة داعش ومات لها هي مرحلة غابت تقريبا السلطة في هذه المدن وعندما تغيب السلطة يظهر المتجاوزين هذا أمر طبيعي وبما أنه القضية الآن تدريجية يجب أن نتعامل مع الموضوع بشكل تدريجي ما يوم نحن نحكي على انقلاب تام يعني حتى كردستان هم من عام 91 إلى عام 2003 هم مستقرين يعني كانوا يهيئون للبناء ينتظرون يعني أنه تصير عندهم موازنة وينتظرون هذه المحافظات خارجة من حرب والحرب يعني محافظة صلاح الدين يعني خسرت الكثير الكثير من بناءها التحتية ومن معداتها ومن مشاريعها كم تحتاج المحافظة برأي؟ كم مليار؟ بصراحة لأن بناء تحتية مدمرة المحافظة تحتاج إلى ما لا يقل عن أربعة مليار دولار للنفع العام أما إذا تجي على النفع الخاص اللي هي ممتلكات ومساكن الناس فهذا الرقم يضعف مرتين لأنه أنت عندك مناطق مدمرة بالكامل بسبب العمليات العسكرية منها بيجي يعني الآن بيجي هي في وضع يعني مأساوي تصور إحنا اليوم إحنا نتفاجئ يعني أنا أكو قضية لازم أذكرها اليوم فضل إحنا اليوم محافظة يعني محتاجة إلى إعادة أعمار والناس محتاجة حتى يرجعون نازحين أو أفررهم خدمات اليوم إحنا نروح إلى وزارة التخطيط عدنا 113 مليار تنمية تقاليم بطرع دولار 113 مليار وزارة المالية وزارة التخطيط قالوا أن نطلق لكم 68 مليار حتى أنتم تبلشون بالعمل وطبعاً أكو برنامج حكومي ولازم نكمل مدارس ولازم نكمل مستشفيات ولازم نكمل طرق ضمن البرنامج الحكومي لعادة الرئاسة الوزراء نتفاجأ اليوم يقول توجيه السيد وزير المالية تكون 25% من الـ 68 يعني رح ينطين 17 مليار المحافظة بقد لبنان مرة ونص يعني شنو التخطيط أنت شون تريد نشتغل هذا مبالغ مال محافظة ومقرب الموازنة من هو من هو يعني هل هو هذا التخطيط البلد أنه إحنا نقر مبالغ بالموازنة ونقول أطلقوا صرفها ويقولون لا أطلقوا لهم 25% ما تجميني خطة ما تجميني خطة ما تجميني نشتغل لا تبع لنوابك سيد عمو لا تبع لنوابك صوتوا صوتوا على شنو صوتوا على الموازنة الموازنة ما عندي بها مشكلة لكن أنا عندي مشكلة في وزارة المالية يعني أنت بوزارة المالية يقول نطلق 100% للكهرباء نطلق 100% لغيرها هل تطلق 100% للكهرباء زي المحافظات هذه المنكوبة غير تطلق لها 100% ليش اختارت رقم 25% أداوة بالموضوع يعني أنا أعتبره متعمد وتخريب هذا يعني أنا أعتبره وتخريب طبعا لأن أنت اليوم أنا المشاريع عمالتي أصلا مندثرة وراح يجيها اندثار آخر بسبب تأخير الحكومة راح نروح إلى الهاوية وهذا مو تخطيط دولة إحنا الدولة تقول لازم أنتوا تكملون أنا مطلوب مني أكمل 90 مدرسة من هسل شهر التاسع بداية العام الدراسي ومطلوب مني أكمل أكثر من 400 إلى 500 كيلومتر تبليط داخل المحافظة مطلوب مني إنشاء دوائر المدمرة بالمحافظة ومطلوب مني مشاريع المي ومشاريع كهرباء شون أنت تنزلني من 68 مليار اللي هي حصتي اللي هي وزارة التخطيط قالت أطلقها كمرحلة أولى تنزلها 17 مليار على هي أساس وعلى هي مبدأ وبما أنه هي فلوس مصروفة ومصوت عليها ليش ما تصرف لياها يعني أنا شون هسا المقاولين شون أقولهم بل شوا بالشغل أو كملوا مشاريعكم إذا أنا ما نطهم فلوس طيب إذا نرجع أستاذ أنا هم عندي فد ملفات أخرى ممكن نعرج عليه بنهاية الحلقة اليوم موضوع التجاوزات اللي صار على ضفاف دجلة اللي تحدثت به يمسا مرة وغيرها الشيء اللي تسميها سميها شون ندرني تجاوزة هذا هو الحقيقة موضوع تجاوزة جدا صعب لأنه أنا البارحة يعني شوف أكو إجراءات يعني واتلك من تختفي ملامح وسلطة الدولة وقوتها تصير إجراءات غريبة يعني البارحة آني رحت بالقادرية اللي هي بحوظ النهار نحن نلقى عندهم سندات طابوا بحوظ النهار فهذه طبعا مشكلة حوظ النهار طبعا سندات طابوا من المنطهم إياها والله أنطهم إياها غير دوارة تسجيل عقالي من المنطهم إياها خمال بلدية أنطهم إياها فقصدي أنه هذه القضايا وكذلك بالمشحق أستاذ عامر أي مشكلة طبعا مشكلة لأنه أنت بها الحالة هو هذا استغلال دوبة هذا هيتي شون وضعي أستاذ عامر فإحنا حتى يعني يكون لازم تكون إجراءات رادعة أنه إحنا وزارة الموارد المائية تحدد مسار النهر وهي محدد تسابق وإنه يصدر قرار بإخلاء كل المتجاوزين واستملاك كل الأراضي للدولة اللي قد استملكت بطريقة صحيحة أو غير صحيحة جيد أستاذ أمهدي خلنحشا على وضع السدود الحارجة وأتمنى ما تجاملني الله يرضى عليك شون اليوم الله يسلم عفوا شون اليوم الحرج وين السدود الحارجة شتحذر مواطني بغداد وباقي المحافظات العراقية يعني ساذ أحمد إحنا مرد نخوفه ساذ أحمد يعني إذا إذا تعتقد أنا كمواطن عراقي قبل ما أكون موظف بالدولة إذا أكو عندنا فد مشكلة في أحد السدود رح نغطي عليها يعني هل من المعقول إنجازب بحياة الملايين لا طبعا فكون على ثقة كون على ثقة وإحنا هذه حاجيها ونحكيها بثقة يعني كل سدودنا الحمد لله وسداتنا مؤمنة بشكل كبير جدا ما عندنا أي مشكلة في أي سد ما عندنا أي مشكلة في أي سد لأنه الوزارة حريصة ومن مهامها الأولية إدامة هذه المنشآت لأن هذه روح عمل الوزارة فهذه المنشآت مدامة على مدار السنة يعني تلقي خلية تنحل فيها على مدار السنة وليس في وقت الأزمات يعني السدود بكل سدودنا فرق عمل متخصصة تعمل على مدار الساعة وبالمناسبة جميع سدودنا مراقبة مركزيا بمعنى إنه ممكن نحن نراقبها عن طريق الموبايل هناك سيطرة مركزية لكافة السدود والسدات هناك مركز متخصص في وزارة الموارد المائية هو المركز الوطني دارة الموارد المائية هو اللي ينفد سياسة الوزارة المائية التوجهات المركزية بالأطلاقات أطلق من هذا السد قلل من هذا المنشأ أطلق من هذا النظم قلل من هذا النظم هناك سياسة حقيقة يعني حتى يتصور أيضاً هاي فرصة من خلال قناتكم أنه نوضح طريقة إدارة المياه في وزارتنا طريقة علمية ليست في بعض الأحيان يتصور البعض يقول لك ليش دي يطلقون أو ليش دي يسوون هذا السؤال يبدأ سألك لا 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 حقيقة ساذ أحمد هذا الموضوع مبني على حسابات هناك خلية نحل في وزارة الموارد خلية نحل حقيقة تعمل على مدار الساعة في وقت الجفاف وفي وقت الفيضان هناك في المركز الوطني هناك قسمين قسم لإدارة الجفاف وقسم لإدارة الفيضان يعني كل الحقيقة الوزارة لديها من الخبرات ولديها من الإمكانيات لدراسة كل الأمور ولكن بالتأكيد هناك معطيات على أرض الواقع تفرض عليك بعض المتغيرات كالتجاوزات على سبيل المثال هذا النهر هذا حوض النهر حوض النهر نحن يعني في حساباتنا أنه حوض النهر هناك محرمات تبدأ من النقطة 1 إلى النقطة 10 عندما لا تأتي موجات فيضانية على مدار سنين على مدار سنين يعني من عام 88 ولحد الآن ما حصلت مثل هذه الموجة الاستثنائية ما توقعتها؟ لا لا التغييرات المناخية السادة أحمد التغييرات المناخية في حساباتنا دائما نضع في المبدأ الهايدروجيولوجي أو الهايدرولوجي أنه سنتين جفاف تأتي بعدها سنة رطبة هناك فرق ما بين السنة الرطبة السنة المطرية السنة الفيضانية والسنة الفيضانية الاستثنائية السنة الفيضانية الاستثنائية هذه هي يعني هذه تعتمد على تغييرات المناخية كل العالم كل العالم يتفاجئ بها وما حصل في دول الجوار وفي كل مناطق العالم هذه تغييرات المناخية يعني في العراق والحمد لله ولحد الآن ولحد الآن أغلب الأمور مع تضرر اللي حصل حقيقة في بعض المحافظات الجنوبية نتيجة اللي خلو نقول السيولة التي قدمت يعني يعني نهر الكارون من الجانب الإيراني أطلق يعني وسطتنا كميات إلى شط العرب تتجاوز الـ 1500 لـ 2000 متر مكعب الثاني وهذه من 70 سنة ما صايرة فحقيقة أكو أمور يعني استثنائية جدا نعم فهذا الموضوع من يكون هناك يعني خلو نقول فيضانات استثنائية دول الجوار العراق السادة أحمد العراق هو دولة مصب أوطأ نقطة في في حوض دجلة والفرات يعني حوض دجلة يمتد من جانب إيران وحوض الفرات يمتد من جانب تركيا ومن جانب سوريا فالعراق هو دولة المصب هو الوادي فكل المياه التي تسقط والغير مسيطر عليها من دول الجوار تأتي إلينا حقيقة ليست هبة من هذه الدول وإنما تأتي هي غير مسيطر عليها فتأتي فهس حاليا حقيقة عدنا يعني خلو نقول مراقبة عن طريق الأقمار الصناعية عن الكميات التي تأتي ونحاول قدر الإمكان أنه الماء اللي يجانا واللي الناس غرقت به واللي تأذت به واللي يعني تم خزنه وما تم خزنه هذا نقدر نستفاد منه؟ يعني ساد أحمد قبل ما أجاوبك على هذا السؤال أحب أوضح نقطة أنه إحنا هذا الموسم الفيضاني الاستثنائي ركز فقط على حوض دجلة ما زال لدينا حوض الفرات أي أن الحبانية فارغة الرزازة فارغة لدينا فراغ خزن كبير في صد حديث ميسر طلع لا 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 فقط عملية تحويل من نظم من بحيرة الثرثار إلى الفرات لغرض تقطية المطلبات ولكن عملية الحبانية وسط حديثة هذه تأتي من الفرات الرئيسي تأتي من تركيا إلى سوريا لحد الآن الإرادات الطبيعية حقيقة فتركيز الفيضان تركيز هذا الموسم حصل حقيقة في حوض دجلة في عام 88 تركز في حوض دجلة شمالا وحوض الفرات ولم يتركز جنوبا إحنا هذه حقيقة كلها سيناريوهات يعني هذه كلها دروس رح نستفاد منها بالمستقبل ممتاز أستاذ عمار إذا نتحدث عن وضع صلاح الدين بشكل عام خلينا أستغل الفرصة وأسمح لأشاغبك شوي نوعا ما اليوم أنت تقولي على خدمات وعلى معاناة وغيرها لكن اليوم محافظ صلاح الدين ما قدر يرجع سكانية ثربو الصينية والدجيل هذا الكلام مع احترامي لك هذا مو كلامي الناس الخيمات السليمانية موجودة عفوا وين الخلل؟ بس الجواب أستاذ بالنسبة للصينية مفتوحة العودة لهم ممتاز وأكو عوائل رجعت ولكن الناس تقولك بعد الخدمات ما مكتملة هو هذا اللي نحكي عليه بني التحتية بالضبط بني التحتية ما مكتملة فهم قاعدين مستقرين بأربيل أو مستقرين بتكرية هم ما يرجعون يعني دعوة لعوائل الصينية بالرجوع وهذه قضية مفتوحة يعني دعوة من خلال طبعا مفتوحة ليش يكون ناس موجودين يعني ما يكون ناس محددين أنه يعني عناصر من القوى الأمنية كل الأهل الصينية ممكن أن يعودون إلى الصينية ماكو جهات تسيطر على ملف العودة ولا عودة؟ لا المسيطرة على ملف العودة وتنسيق بين المحافظة وقيادة العمليات فقط وهذا الموضوع مسيطر عليه بالكامل جيد بالنسبة لجنوب المحافظة اللي تحشي عليها يثرب يثرب عشائر بين يتميهم نعم وإحنا طبعا دائما ما نروح باتجاه العنف العشائري ليش؟ لأن هذه القضية تخرج عن السيطرة هي مو بين يعني أشخاص أو هذه هذه عشائر وبيناتها صلات رحم وبيناتهم مصاهرة كبيرة فعملية إعادة النازحين في يثرب تمت الآن بعد أن صار صلح عشائري وصارت دية للعوالي الشهداء وهذا تم بالأسبوع الماضي وحضرنا وتم الاتفاق على الرجوع البحشمة بالأسبوع الماضي وبحضور الناس اللي كانوا معارضين لرجوعهم اللي هم أهل الشهداء وكانت هذه القضية موجودة هناك بالنسبة لسيد غريب صار اتفاق كلها اتفاقات ولكن هسا سيد غريب ما بيها محولة ما بيها محولة ما بيها عامود أنا شون رجع الناس فأني كان المفروض الدولة تفكر بهذا الموضوع أنه هذول الناس أريد أن رجعهم مناطقهم مناطقهم مخربة يعني هي ليست مناطق تصلح للحياة يعني لكن الناس تحكي على موضوع العودة العودة مفتوحة تبقى عندنا إحنا بس منطقة وحدة بصلاح الدين ما بيها عودة وهذا الأمر أنا يعني استغرب عليه وهو هي منطقة العوجة العوجة إحنا استكملنا الخدمات وكانت أكو بيها فصائل من الحجد الشعبي وتم الاتفاق على إفراغ المدينة وارجع الأبرياء ولكن هذا الوعد صار لأكثر من خمسة أشهر كل مرة يقولون أسبوع القادم أسبوع القادم نجي حتى نحرك القطعات وترجع الناس للعوجة المنطقة الوحيدة اللي بصلاح الدين أكو مناطق ضمن المناطق مثل هي سيد القراغول أكو قرب آمرلي يعني هذه المناطق فتحت بيها ملف العودة لكن أكو إجراءات عن ناس يعني تدري تدقيق أمني وغيرها لكن العوجة ما نفتح الملف أصلا وعلى الرغم أنه العوجة يعني هي ملاصقة لتكريت ويعني الناسها أيضا مشردين من هذه الفطرة أكو تعمد تتوقع إحنا يعني من خلال ما دا نشوف أنه أكو تعمد لإبقاء العوجة بهذا الشكل لأنه أكو ناس مجرمين أكو ناس أبرياء إحنا ما ما يصر نظلم الناس الأبرياء اللي ما لهم علاقة ونهجرهم ونعرضهم إلى حياة ذليلة وكرامتهم تنهان وهو هذا اللي قلت لك عليه ما حاوته تتوصلون مع هيئة الحجر الشعبي إحنا المفروض سياقات العمل أنه هيئة الحجر الشعبي مرتبطة ب القيادة العامة القوات المسلحة ياسم زرع نعم القيادة العامة القوات المسلحة من شان دكتور حيدر رعبادي أصدر أمر ولكن لم ينفذ لحد الآن لم ينفذ وإحنا طبعا بالنتيجة يعني هذا العمل هو سياسي عسكري يحتاج إلى أنه إحنا ما نجر الناس والمحافظة إلى مشكلة يعني قد ما نطلع منها فإحنا نريد الأمور تمشي بشكل صحيح وإنه القوات الشرطة هي تكون في داخل المدن والقطعات العسكرية والحجد الشعبي تكون على طرف المدن لحفظ الأمن وهو هذا اللي لازم يصير ما ممكن أنه منطقها أو محافظة هي شكلها العام عسكرة أنه تصير بها تنمية أنه يصير بها استثمار أنه تتطور ما ممكن كله زين أشكر صراحتك أستاذ عمر أستاذ مهدي قضية المخزون قد وصل عبر السبعة وثلاثة الحمد لله عبر السبعة وثلاثة نعم جيد ممتاز أكو حديث يدور أنه عن إغلاق منفذ الشي بالحدود مع إيران بسبب موجة الفيضانات عندك معلومة بهذا الموضوع تأكدت في بعض الموضوع حقيقة أنا ما أقدر لا أكد ولا أنفي لأنه بصراحة هناك فريق أيضا متخصص من الوزارة موجود حقيقة في هذه المناطق برئاسة السيد الوكيل الفني أكيد يعني ممكن عنده معلومة أدق من عندي بصراحة ممتاز أستاذ مهدي قبل قليل يعني سويت اليوم باللهجة الدارجة العامية قمره وربيع اليوم محافظات العراق الجنوبية تسمعك ميسان البصرة كوت وغيرها شنو رسالتك لهم لأنه عندك واسط تحذر وتعرن حالة الاستنفار القصوى عندك البصرة أيضا عندك محافظات أخرى أبو ميسان يعني ليش هذا القلق يعني أستاذ أحمد هي وين القمره وربيع هي حالة فيضانية استثنائية زين الدولة داخلها كلها انذار بكل بكل مؤسسات بشرتني الوضع مسيطر عليه مسيطر عليه لأنه حقيقة عامل الأمان بالنسبة إلى إدارة الموارد المائي هي المنشآت السيطرة المركزية منشآت السيطرة المركزية السدود والسدات وهذه مؤمنة ونقولها بالفيلم المليان حقيقة فهي يعني إذا كانت مؤمنة لا تعني أنه هناك مناطق سوف لن تغرق المؤمنة أنه نحافظ على هذه المنشآت حقيقة ونستطيع أن تستوعب أكبر كمية من الموجات الفيضانية حتى نقلل الضرر الضرر قائم السادة أحمد المواسم الفيضانية والسيول تعني ضرر يعني ما ممكن نقول إحنا قمره ربيع وماكو ضرر لا ولكن دور الوزارة هو في المحاولة على احتواء هذا الضرر وتقليل قدل الإمكان لأنه أنت المنتج سيول وتغرق أراضي الزراعية هي مو قمره ربيع هي أكو ضرر فبالتأكيد هذا الضرر يجب يعني دور الوزارة أنه مع المؤسسات الدولة الأخرى تعمل على يعني خليل نقول تقليل هذا الضرر وهذا ما تعمل عليه الوزارة الوزارة الآن يعني حقيقة مستنفرة بالكامل المدراء العاملين في قواطع في قواطع المحافظات بالكامل خليات الأزمة على مدار الساعة ما كوعدنا حقيقة تركنا دوائرنا وتركزنا بهذا الموضوع لأن هذه حقيقة حالة استثنائية حالة فيضانية واجب الوزارة فبالتأكيد نحن يعني نأكد ونأمن ونطمن المواطن أنه منشآت السيطرة التي هي حقيقة العمود الفقري للدولة العراقية في الوقت الحاضر في مواسم الفيضان هي مؤمنة بالكامل وتعمل بشكل طبيعي جدا يعني هذه هي الرسالة هذا الآن منطبق قال شركة تريفيلي بالموصل شركة تريفيلي شركة مقاولة شنو علاقتها دعونا نقول بالموضوع هي تأدي عملها في سد الموصل لتضمن عقد معين وعقدها رح ينتهي خلال شهر الثامن أو يعني خلال هذه الفترة الكوادر الوزارة هي من تعمل حاليا وأيضا هناك خبراء من فيلق المهندسين الأمريكي يشرفون على الأعمال وبالإضافة إلى خبراء الإيطاليين مفرق فريق عمل الشركة يعني الكوارة العمل يجدد وفق العقد طبعا بالتأكيد بالتأكيد الآن الأعمال يعني هذا فيما يخص سد الموصل بالضبط سد الموصل سد الموصل طبعا هو من أهم السدود اللي موجودة بالعراق وأكبرها سد الموصل الآن نتعامل يعني حقيقة أعمال الصيانة بدرجة عالية من التكنولوجيا الحديثة من الأجهزة المتطورة كوادر الوزارة حقيقة كانت لديها خبرة تراكمت هذه الخبرة وأصبحت لديهم خبرة أكبر من خلال التكنولوجيا الحديثة التي اعتمدت الآن نرى ما يحصل تحت الأسس نرى حقيقة نقاط الضعف نقاط القوة يعني حقيقة الآن سد الموصل بتقنية جدا عالية إذن لا وجود لأي قلق للمحافظات الجنوبية وحتى سكان بغداد بالتأكيد بالتأكيد من ناحية الموارد رفع شوي ارتفع بالجلة لا هذه ساذ أحمد هذه الارتفاع المسلوب النهر هذا جدا طبيعي بس لأنه عدنا المنشآت الموجودة القازيونهات إذا هو نازل جو مقطع النهر إذا يصعد النهر نص متر قال غرقت عزلتوني يا أخي عزل شا سوي لك فيضان يعني إذا مو فيضان يعني ونا ودي المي فحقيقة هذه إجراءات من خلال قناتكم من خلال بنامجك أنه يعني خلي بصراحة يعني إحنا أيضا نريد المواطن يساعدنا في هذا المواطن والله العظيم حقيقة سيد عمار أيضا اسمعني يعني نتحجب على المحافظين على الوزراء على الوكلاء على أمانة بغداد على مجالس المحافظات يقول لك أننا القرار ليس يجب أن نرفع التجاوزات يعني هل يعقل أن هناك جاءت حكومية ظالعة في إنشاء هذه المرافق سيد عمار جاوب نرفع يرضع لي يعني نحن بالإعلام إلما نسئل يا جهة رئيس الوحدة الإدارية عند سلطة لحبس أو سجن المتجاوز هذا ضمن قال المحافظات اللغة فبقى أنت لازم تقيم دعوة وهذه الدعوة تدري على كل قطعة أرض ودعوة ومحامي وسنين فهذه القضية صارت نسبة التجاوزات أستاذ عمار بصلاح الدين نعم إذا نتحدث عن نسبة 10% 50% 30% وين يعني على حول صارت حدين كلها كلها وحدد لي يعني من 10% إلى 15% كلها ما تتجاوز زي بدجلة نهار دجلة الدجلة التجاوزات هي يعني محصورة بهذه القرى اللي فاضت يعني هي واضحة تجاوزات المسحق البعيجي القادرية الرشيدية زلايا قسم بيها متجاوزين يعني احنا البارحة من شنا نروح يعني كان قدنا استغراب جولة ايه ايه انه المشاريع مال الدولة مال ماء هي فائضة يعني هي أول من فائضة في مشاريع الماء هذا الدليل على أنه أيضا المشاريع منبنت على الصورة صحيحة يعني المشاريع صايرة في حوض النهر حتى هو يختار مثلا عدنا مشروع أستاذ عدنا مشروع ماء الزلايا وعندنا مشروع ماء العلم وعندنا مشاريع انتهى خلاص انتهى يعني احنا حاولنا نسحب المضخات لكن الأعمال الحديدية والهذه في النتيجة انطلت بها موقف كامل دولة رئيس الوزراء وهذه القضية المياه احنا يجب أن نستكمل الخطة الستراتيجية يعني انت اليوم حتى وزارة الموارد المائي عدها خطة استراتيجية شو تنفذها غيركوا فلوس نعم لا يوجد تخصيصات التخصيصات ما قلت لك أنا شرحت لك على محافظة صراحة دين التخصيصات كيفية يعني وزارات تطلق لها التخصيصات بالكامل مزاجية طبعا مزاجية وزارة المالية مزاجية فتتعامل مع المحافظات يعني طابع المزاج الحكومي موجود الانتقائية مثلا ليش انت تنطي وزارة 100% ووزارة تنطيها 20% شنو يعني السبب هل صارت دراسة لحاجة هذه الوزارة أكثر من هذه الوزارة هل صارت دراسة لأنه هذا القطاع تنموي وهذا القطاع غير تنموي منو حدد هذه كلها انت ذا تريد تحدد يجب أن تبنيها على معطيات حقيقية ما تبنيها بطريقة تقول لي توجيه الوزير يقولها قاعد ياماك أستاذ مهدي ويسمعك شنو المشاريع اللي مشمولة في اشتثاث البعث قيم مقام قضاء العلم قل لي ياها نقلا يعني عنه قال نطالب الحكومة المركزية ووزارة الموارد المائية بقضية فتح السد اللي قلت عنه اللي وربما هو سد مكحول أو الفتح يعني ما يحضر الاسم بالكامل هناك مشاريع أستاذ مهدي هذا شون نقدر ننجزه والله شون نمشمولة بأشتثاث البعث لا أستاذ صحح لي ياها اتفضل أولا هذا المشروع يعني حتى يكون ويدري اللي هو أستاذ اللي هو مشروع سيد مكحول زين هو ضمن مشاريع لجنة العمار في عام بالخمسينات القرن الماضي زين ومخطط من ذاك الوقت من الخمسي ايه من الخمسينات هذا موضوع اشتثاث البعث هذا موضوع بواقع العمل وماكو هذا الشي هذا مشروع مقر ويدرون الساد في وزارة الموضوع طبعا مقر من الخمسينات الخمسينات كان ملكي ايه يعرف بس لم ينفذ لم ينفذ إلى الآن لأنه كان بدأوا بالتنفيذ قبل 2003 وصارت الأحداث وتوقف وما استكملنا احنا الإجراءات ليش الساد هو هس احنا عدنا مشكلة رئيسية اقول لك ياها عفونا الساد يعني الساد احنا في نظمة الثرثار 36 بوابة كانت مقر هذا المشروع اللي يقر في عام 1934 المرحلة الثانية منه هي 18 بوابة انه حتى يكون عملية تصريف باتجاه باتجاه الثرثار هذه مقر من ذاك الوقت لحد الآن من نفذت هسا اليوم ديقولون لازم نفجر هذا المكان حتى ندخل المي زيان احنا ليش كل هاي الفترة ما سويناها ليش ما استكملنا مشاريعنا لازم احنا هسا هسا بالعراق اريد اذا تقدر تقول لي اي مسؤول يطلع يقول لي احنا عدنا خطة خمسية عدنا خطة عشرية عدنا فرد شيء كلها سنة لا لا حقيقة نتفق مع سيد المحافظ هو يعني فقط تعقيدا على ما تفضل به سيد المحافظ السلطات يعني احنا ايضا في وزارة الموارد المائي قبل الـ 2003 كان مدير الموارد المائية في المحافظة المعنية يملك سلطة قاضي جنح جاي يعني ما ينتظر قاضي تجاوز شيء لذبه بالسجن بهالمعنى هذا الآن بعد 2003 مبدأ الفصل بين السلطات طبعا هذا مثل ما تفضل سيد المحافظ ترفع علي دعوة هو التجاوز من تجاوز على حصة مائية اليوم أنا أرفع عليك دعوة وراء شهر هي بعض اللي وراك تأذى فعملية تعويضة أو شيء فحقيقة هذا مبدأ الفصل بين السلطات والوزارة بصراحة أكثر من مرة حاولت أن ترجع هذا الموضوع ولكن الدستور حقيقة موضوع الفصل بين السلطات موضوع المشاريع اللي تفضل بها سيد المحافظ أيضا احنا الدراسة استراتيجية اللي أقرتها الوزارة نعم واللي حقيقة كملتها شركة عالمية متخصصة كان المفروض أول أربع سنوات من 2014 إلى 2018 نحن صار فين بحدود العشرة مليار دولار لتنمية مشاريعنا لغاية 2035 هذا الشي ما صار الكل يعلم حال بال2014 فأحنا بهيش حالة من ضمن الدراسة خسرنا خمس سنوات ليس فقط الحق اللي نقول المسألة المادية وإنما منشآتنا تضررت جيد يعني الحمد لله أنه سد السامرة ما سقطت بيد الأرهاب ولكن الرمادي الفلوجة حتى سد الموصل هذا أن يكون سقطت بيد الأرهاب وإحنا حقيقة قضينا وقت كبير لإعادة تأهيلهم وإعادتهم هذا هو خلى هذا القاب بهذا الموضوع طيب أما فيما يخص سد مكحول فحقيقة الوزارة حريصة وإحنا أيضا نأيد سيد المحافظ في هذا الموضوع لأن سد مكحول هو سد مهم سد بخمة سد حقيقة نهر نسميه نهر الهائج ما مسيطر عليه فبالتأكيد من تأتي المياه إلى دجلة الآن المشكلة التي تواجهنا في مقدم سد السامرة والذي الدولة داخل إنذار هناك لو بوجود هذا السد طبعا ما تحصل هذه المشكلة ممتاز أشكرك أستاذ مهدي رشيد بأقل من دقيقة أستاذ عمار اللي من يرضون على بغداد بالمحافظات الجنوبية يدعون إلى أقليم صلاح الدين هل سيعاد النظر بك أقليم إذا بقى الحال وبقى هذا التعمد والمزاجية والانتقاء في التعامل المالي والسياسي مع صلاح الدين كمحافظ إحنا كمحافظين لو كانت الصلاحيات ومطبقين للدستور إحنا كان ما نحتاج إلى أقليم لأن هذا هو هذا الدستور لا مركزية والفدرالية لكن السلطات اليوم كلها ملتزمة بوزاراتها فما صارت عندنا القابلية أنه نقدم خدمة بشكل صحيح زين فإذا تضطر الأمور وإذا راح يصير شيء مستقبلي بهذا التعنت باتجاه المحافظة وعدم الحصول على حقوقها إحنا حان نحال ذيقار وحان نحال البصرة أقليم 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 صلاح الدين نعم بشكل جدي يعني في حال أنه ما بقى الوضع على ما هو عليه الوضع على ما هو عليه لأنه لهذا الوضع ما راح يبقى على ما هو عليه راح يروح إلى الأسوأ إحنا اليوم عندنا مشاكل متراكمة إذا ما نحلت ما تصير شكرا جزيلا أستاذ عمار جبر محافظة صلاح الدين شكرا لصراحتك شكرا لأستاذ مهدي رشيد مدير عام السدود والخزانة ضيفين كريما شكرا موصول لكم ساداتي إلى اللقاء شكرا جزيلا اشتركوا في القناة